كرسي سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ للفتوى وضوابطها من جامعة الإسلامية قدم لكم درس الرابع من دورة إعداد المهتي المستوى الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني في مجالسنا في شرح أصول الأحكام لابن قاسم رحمه الله عز وجل وهذا في ضمن مجالس دورة إعداد المفتي في المستوى الأول الذي هو تنمية الملكات والمقصود من هذه المجالس أن نعرف كيف يتعامل الفقيب مع الدليل بصورة عملية من خلال عرض المسائل الفقهية ولا شك كما قدمنا البارحة أن التعامل مع الدليل ركن عظيم من أركان التفقه ولن يصبح الإنسان فقيها حتى يعلم كيف يتعامل مع الأدلة لأن الأدلة روح الفقه ويعظم الأمر في شأن المفتي فإن المفتي يجب أن تنطلق فتواه من معرفة صحيحة بالدليل وذكرنا البارحة أنه في هذا الباب لا بد أولا من العلم بالدليل لا بد من معرفة ذات الدليل وهذا أمر لا بد منه فليس كل قول يكون معتمدا على الدليل بل قد يجهل القائل الدليل فيقول بقول بناء على الأصل بناء على الأصل فيكون الدليل لم يبلغ أو لم يعلم به فيقول بناء على الأصل فلا بد من معرفة الدليل ثم لا بد من معرفة ثبوت الدليل فليس كل دليل استدل به مستدل يكون ثابتا بل قد لا يكون الدليل ثابتا أصلا فيكون المستدل استدل بحديث ضعيف وقد يكون متفقا على ضعفه بل قد يكون شديد الضعف بل قد يكون موضوعا ونحو هذا وقد يكون المستدل استدل بدليل صحيحا عنده لكنه عند التحقيق لا يكون صحيحا فلا بد من معرفة ثبوت الدليل حتى يكون القول صحيحا وهذا أيضا من أسباب الاختلاف أن يختلف في ثبوت الدليل هل هو ثابت أو غير ثابت ثم لا بد من معرفة دلالة الدليل فليس كل دليل ليس كل دليل ثابت دالا على المقصود بل قد يكون الدليل ثابتا لكن دلالته على المقصود ضعيفة أو مدفوعة وهذا ما يختل عند كثير من طلاب العلم اليوم قد تجد أن بعض طلاب العلم يسرد لك أدلة كثيرة ولكنة إذا نظرت في دلالة الأدلة وجدت أنها لا تدل على المقصود فليس الأمر أن تذكر دليلا صحيحا ثابت ولكن الشأن أن تكون دلالة الدليل على المقصود صحيحة وهذا أمر من الأهمية بمكان ثم أن يعلم سلامته من المعارض أو رجحانه على المعارض أن يعلم أنه سالم مما يعارضه من الأدلة فإذا علم سلامته بعد أن صحت دلالته وبعد ثبوته كان القول به صحيح أو يعلم رجحانه على ما يعارضه إن وجد ما يعارضه إن وجد ما يعارضه لا بد أن يعلم أنه راجح لأن الدليل وإن كان صحيحا قد يكون مرجوحا ويكون معارضه أقوى منه أو أولى بالمسألة منه فلا بد من معرفته هذه الأمور معرفة ذات الدليل معرفة ثبوت الدليل معرفة دلالة الدليل معرفة سلامة الدليل من المعارض أو معرفة رجحان الدليل على ما يعارضه فإذا وجد هذا استقامت شجرة الحكم استقامت شجرة الحكم وهذا الباب لو أشتمه طالب العلم لكان في طريق الفقهاء الأفذات الإشكال أن الطلاب اليوم يقرؤون الفقه بطريقة العرب لا بطريقة التأصيل والتدليل ومعرفة كيف وصل إلى هذا الحكم وبالتالي الذي لا يسير على طريقة معرفة الملكات في الفقه ومنها ملتة التعامل مع الدليل يبقى قارئا طوال عمره ولا يمكن أن يصل إلى أن يكون فقيها بل لا يصل إلى أن يكون مفتيا في الحقيقة ويبقى طوال عمره يقرأ فقط وهذا في الحقيقة يعني خلل في التعلم ومن أسباب ما يذكره بعض الأفوة يقول يعني نحن لنا خمس سنين في المدينة عشر سنين في المدينة ونحن نتعلم ولا نجد أن يعني حصلنا ما يحصله الشيوخ والسبب الحقيقة الخلل في الطريق ومنه هذا الأمر الذي نشير إليه فمن الأهمية بمكان أن نتدرب على كيفية التعامل مع الأدلة ونحن بالأمس بدأنا بكتاب الطهارة من أصول الأحكام واليوم إن شاء الله نكمل أيضا ونركز وأرجو من الإفوان يركز معي على قضية الأدلة وكيفية التعامل مع الأدلة ثم إن شاء الله عز وجل يوم الأحد سنأخذ شيئا من أدلة كتاب البيوع لنكون أخذنا شيئا فيما يتعلق بالعبادات وأخذنا شيئا فيما يتعلق بالمعاملات ثم يقاس عليه وهذا الكتاب في الحقيقة جدير بالشرح وهو مفيد يعني جدا لطالب العلم لأنه يجعل طالب العلم يحفظ المسائل بحفظ أدلتها يحفظ مسائل الفقهاء في كتب الفقه بحفظ أدلتها وهذا ينفع كثيرا لأن حفظ الدليل أسهل من حفظ المسألة حفظ الدليل أسهل من حفظ المسألة فإذا جئت مثلا إلى باب الميال وحفظت الأدلة التي مرت بنا يعني في المجلس الماضي تكون تقريبا حفظت المسائل التي يذكرها الفقهاء في كتاب الميال لكن بطريق سهل صحيح كذلك باب الآن وكذلك بقية الأبواب ولذلك أنا أوصي باقتناء هذا الكتاب وبحفظه أيضا يعني الذي يريد أن يضبط الفقه ويحفظ هذا الكتاب يكون قد قطع شوطا كبيرا في مقصوده من حفظ الفقه والحقيقة هنا الكتاب كما قلت جدير بالعناية وجدير بأن يشرح مع يعني قلة العناية به لدى طلاب العلم لعدم شهرته في الدروس ولعل الله عز وجل ينسر لنا شرحا مستمرا عليه فكما قلت يا إخوة الدرس القادم يوم الأحد إن شاء الله سيفون من خلال قراءة في كتاب البيوع ثم ما أدري إن بقي معنا وقت سنقرأ في مفتاح الوصول وإلا يكون القراءة في مفتاح الوصول في يوم يعني الثلاثاء ويوم الخميس القادمين إن شاء الله عز وجل فيقرأ لنا الشيخ يسين وفقه الله في بابي الآنية الحمد لله صلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير فلق الله وعلى آنه وصحبه ومن والاه أما بعد يقول ابن القاسم رحمة الله عليه باب الآنية نعم بالآنية كما تعلمون يا إخوة جمع إناء والإناء كما يقول العلماء هو الوعاء سواء كان كبيرا أو صغيرا وسواء كان من جلد أو حديد فإنه يسمى آنية فالقدور الكبيرة تسمى آنية والقدر إناء والملاعق تسمى آنية والملعقة إناء والقرر التي من الجلد تسمى آنية فالآنية هي الأوعية سواء كانت من جلد أو غيره وسواء كانت كبيرة أو صغيرة والعلماء يذكرون باب الآنية في كتاب الطهارة ومناسبة باب الآنية لكتاب الطهارة من وجهه الوجه الأول أن الأصل في الطهارة أنها بالماء والماء لابد أن يكون بطريق الآنية فإما أنه يأتي من إناء كالصنبور في الصنبور يعد إناءا وإما أنه يضرف بإناء وإما أنه يكون في إناء هذا وجه والوجه الثاني أن الآنية منها ما هو طاهر وهذا الأصل ومنها ما هو نجس فناسب ذكرها في كتاب الطهارة نعم قال يرحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه ولهما عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال الذي يشرب في كناء الفضة إنما يجرجل في بطنه نار جهنم نعم ولهما عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجل في بطنه نار جهنم في حديث كديفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها الصحفة قال بعضها للعلم هي ما يسع ما يشبع خمسة ما يسع ما يشبع خمسة يسمى صحفة وليس المقصود قصوص الصحفة وإنما المقصود الأكل في الآنية الأكل في الآنية من الذهب والفضة في حديث حديث كديفة رضي الله عنه دلالة على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة وعلى تحريم الأكل في صحافي الذهب والفضة من وجهي الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشربوا ولا تأكلوا والأصل في النهي أنه يدل على التحريم النهي إذا جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي يفهم منه التحريم إلا أن يدل دليل على غير هذا ولا دليل هنا إذن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة حرام لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك والنهي يقتضي التحريم الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة وفي رواية ولكم في الآخرة والفاة والفاة هنا تعليلية علل النبي صلى الله عليه وسلم عنه هذا بهذا وهذا يدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لهم أي للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة ويحرم على المؤمن أن يتشبه بالكفار فيما اختصوا به والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت الاختصاص لهم هنا فقال فإنها لهم وهذا يقتضي الحصر هي له في الدنيا ومدام أنها لهم في الدنيا فإنه لا يجوز لنا أن نتشبه بهم في هذا الأمر الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكم في الآخرة ولكم في الآخرة وهذا يدل على المنع منها في الدنيا لأنه جعلها لنا في الآخرة وهذا يدل من وجهين الوجه الأول مفهوم المخالفة مفهوم المخالف فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها لنا في الآخرة ومفهوم المخالفة أنها ليست لنا في الدنيا والوجه الثاني أن الله عز وجل إذا منع من شيء في الدنيا جعله للمؤمنين في الجنة أطيب ما يكون يعني ما حرمه الله عز وجل علينا في الدنيا من الأمور يجعله الله عز وجل في نعيم الآخرة أطيب ما يكون الله حرم علينا شرب الخمر وهو في الجنة أطيب ما يكون نعيم مطنق فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكم في الآخرة يعني أنها محرمة في الدنيا فهذا يدل على التحريم طيب حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم طيب يا أخوة الآن حديث أم سلمة ذكر فيه الشرب فقط ولم يذكر الأكل ذكر فيه الشرب ولم يذكر الأكل وذكرت الفضة ولم يذكر الذهن فهو صريح في أن الشرب في آنية الفضة من كبائر الذنوب صريح في أن الشرب في آنية الفضة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وكل فعل توعد فيه توعد عليه بجهنم صراحة فهو من الكبائر كل فعل توعد فيه أو توعد عليه بجهنم صراحة فهو من الكبائر هو كل معصية يا أخوة متوعد عليها بجهنم لكن ما ورد فيه الوعيد بخصوصه ونص فيه على أنه سبب في دخول جهنم فهذا دليل على أنه كبائر الذنوب وهذا معنى قولنا كل فعل بوعد عليه بجهنم بخصوصه أي نص عليه فهو من كبائر الذنوب طيب الآن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية فضة إنما يجبجر في بطنه نار جهنم يا أخوة لنعتبر أن حديث حذيفة رضي الله عنه لم يرد وإنما الذي ورد فقط حديث أم سلمة رضي الله عنه قد يأتي قائل فيقول إذن هذا الحديث خاص بالشرق ومفهومه أنه يجوز الأكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب مفهومه أن الذي يأكل خلاف لأن التنصيص على الشرب يدل على نفي الحكم عن معداء وأن الشرب في آنية الذهب جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آنية الفضة لكن هنا يأتي أنفقه ويقولون إن هذا لا يصلح لأن الأكل أولى من الشرب والذهب أولى من الفضة فيكون النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالأدنى على الأعلى نبه بالأدنى على الأعلى الأكل أعظم من الشرب فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشرب ليعلم منه أيضا أن الأكل كذلك وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضة وهي أدنى من الذهب ليعلم منه أن الذهب كذلك فهذا من باب التنبيه بالأذنى على الأعلى وهذه فائدة في الحديث وهو التنبيه بالأذنى على الأعلى وقد يقول بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشرب والفضة هنا لأنها الغالب في الفعل الغالب أن الشرب أكثر وقوعا من الأكل في الأواني الذهب والفضة وأن الفضة أكثر استعمالا في الأكل والشرب من الذهب وهذا يجعل القيد لا مفهوم له إذا خرج التلام مثرج الغالب فإنه لا يكون له مفهوم لا يكون له مفهوم مخالفة يعني وربائفكم اللاتي في حجوركم اللاتي في حجوركم هذا قالوا خرج مخرج الغالب لأن الغالب أن الربيبة تكون في الحجر فلا مفهوم له فلا يتي شخص فيقول إذن الربيبة إذا لم تكن في حجر زوج أمها تحل له لا لأن هذا خرج مخرج الغالب فكذلك هنا يقال إن الشرب أغلب من الأكل والفضة أكثر استعمالا في الأكل والشرب من الذهب فخرج هذا مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم طيب الحديث فيه عموم فهو يشمل الذكر والقنثى لأن لفظه العام ولم يخص الذكر أو القنثى في هذا الحديث فيدل ذلك على تحريم هذا على الذكر والقنثى ومن ناحية الفقهية يعني ذهب أكثر الفقه إلى أنه يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة بل حكى بعض أهل العلم هذا إجماعا وبعضهم يذكر فيه خلافا بعضهم يذكر فيه خلافا أنا أذكر هذا لكضية تتعلق بالتعامل مع كتب الفقه أحيانا يا إخوة قد تأتي إلى كتاب فتجد أنه يقول وهذا حرام بالاتفاق وهذا حرام بالاتفاق وتأتي إلى كتاب وتجد فيه أنه يقول هذا عند جماهير العلماء وخالف فيه بعضهم أحيانا يا إخوة لا يكون هناك خلاف بين القولين مثل مسألتنا هذه لأن الخلاف كان قديما ثم رجع عنه القائل فاستقر الأمر على الإجماع القول بالكراهة وليس بالتحريم قول قديم للشافعي وقد رجع عنه الشافعي فالذي حكى الإجماع حكاه باعتبار ما استقر عليه الأمر والذي حكى الخلاف حكاه باعتبار القول المنقول عن الإمام الشافعي والحكى كان هناك خلاف بين القولين صحيح من حيث الواقع كان هناك سلاف قديم ثم انقرط بل هنا رجع صاحبه عنه أعني القول فاستقر الأمر على الإجماع وذلك يا إخوة بعض طلاب العلم قد يجد إجماعا ثم يجد من الفقه الكبار من حكى الخلاف فيقول هذا الإجماع منقوض وليس بلازم هذا أن يكون منقوضا فقد يكون الذي يحكي الخلاف يحكي خلافا قديما والذي يحكي الإجماع والاتفاق يحكي ما استقر عليه الحال كثير من المسائل كان فيها خلاف قديم ثم ترك ثم ترك ثم ترك وأصبح القول واحدا في المسألة مثل مثلا مسألة أن الإنسان إذا تحلل يوم النحر ثم أدركه الغروب وهو لما يطف طواف الإفاظة هل يعود إلى إحرامه أو يبقى حلالا مسألة وقع فيها خلاف لبعض التابعين ولكن الجمهور على عدم العمل بهذا على عدم العمل بهذا وأن من تحلل يبقى حلالا ثم انكرض القول أصلا بأنه يعود إلى إحرامه واستقر القول في الأمة قرونا على أنه يبقى حلالا فهنا في الحقيقة يكون الأمر عاد إلى الإجماع طبعا بعضها للعلم يقولون لا يكون هناك إجماع بعد الخلاف يعني إذا وقع الخلاف يبقى الخلاف وينقلون عن الشافعي أنه يقول إن المذاهب لا تموت بموت أصحابها إن المذاهب لا تموت بموت أصحابه فيقولون إن الخلاف يبقى حتى لو يعني كان قديما ثم اتفق بعد ذلك على قول من الأقوى والحقيقة أن هذا القول مرجوع والصحيح أنه إذا اتفقت الأمة على قول في زمن من الأزمان يكون ذلك إجماعا لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع تنطبق هنا يعني لو فرضنا يا أخوة في هذه المسألة أن القول بأنه يعود إلى إحرامه هو القول الصحيح معنى هذا أن الأمة اجتمعت على غير الصحيح على الضلالة على الباطل قرونا من الزمن وهذا لا يمكن أن يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتعرفون يعني أن أهل العلم يقولون إن إجماع الأمة على ترك العمل بالحديث يدل على ضعفه إجماع الأمة على ترك العمل بالحديث يدل على ضعفه إما من جهة سنده وإما من جهة دلالته الحقيقة مثل هذا الحديث مثلا عندما رجعنا إلى إسناده ودرسنا دراسة مستفيضة وجدنا فيه عللا وليس علة واحد فالشاهد أني أريد أن أنبث الله بالفقر إلى أنه إذا حكي الإجماع من العلماء الذين عرفوا بالعناية بالإجماع وحكى بعض الفقهاء خلافا في المسألة فلا تبادر إلى القول بأن الإجماع منقوب ولكن راجع المسألة وتأمن وقف وفي الغالب ستجد يعني أن الإجماع صحيح أن الإجماع صحيح ولا يعني هذا أنه بكل ما نقن فيه الإجماع لا تنمقصود يعني إذا وجدت مثل هذا فلا تعجل بل كان مشارفنا ومنه الشيخ بعثمين رحمه الله يعني يقولون إذا وجدت القول يخالف قول الجمهور فلا تعجل يعني قد يكون هناك قول ويضغر لك بادي الرأي أن الدليل يدل عليه ولكن خلاف قول الجمهور فلا تعجل بل قف وتأمل وانظر في الأدلة وانظر في أدلة الجمهور فإنه بعد النظر قد يظهر لك أن قول الجمهور أرجح فإن ظهر لك بعد التأمل ورجوع إلى كلام أهل العلم أن هذا القول هو الراجح فإنك تقول به ما دام أنه قول أما أن يقول الإنسان قولا ليس له فيه إيمان بحجة أن الدليل يدل عليه فهذا لا يجوز لا يجوز لا يمكن أن تغفل الأمة عن الحق ويبقى مدخورا لك تذهب إلى مكتبة الحرم النبوي وتجلس بين المغرب والعشاء ثم تخرج علينا وتقول القول الصحيح وكذا والعلماء أخطأوا في هذا لأنهم ما عرفوا هذا الحديث لا هذا عندك صدى عندك خلل وينبغي أن تراجع وينبغي أن تقف و إذا كان الناس يقولون إن العاقل يكون حليما فإن طالب العلم ينبغي أن يفون أشلا ولا سيم فيما ينسب إلى دين الله بعض الناس تقوده الغير إلى أن يخالف ويقع في المخالق فلابد من التنبؤ إلى هذا الأمر طيب ما دام ما دام الحكم هو التحرير ما هي علة هذا التحرير لماذا حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة قال بعض أهل العلم لأن في الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة كسرا لنفوس الفقراء كسرا لنفوس الفقراء فالفقير إذا رأى الغني يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة وهو لا يجد ما يقلب سينكسر قلبه والإسلام دين جمع القلوب من مقاصد الشريعة جمع القلوب من المقاصد العظمى للشريعة جمع القلوب لكن بغير مخالفة دين الله وإنما تجمع القلوب بلزوم دين الله ما نخالف دين الله نقول نجمع القلوب هذه فرقة في الحقيقة وليست جمعا وإنما نجمع القلوب بدين الله عز وجل فمن مقاصد الشريعة أن تجتمع قلوب المؤمنين ولهذا قال هؤلاء العلماء إنه حرم على الغني أن يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة وطبعا إذا انكسرت قلوبهم دخلها الحق على الأغنية وهذه من أمراض القلوب وقال بعض أهل العلم إن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يورث الخيلاء ويورث الكبر ويزرع في النفس الكبر والكبر محرم وقال بعضهم إن الأكل والشرب فيه ما فيه تشبهم بالكفار وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلّل به فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر ولكن هذا لا يمنع أن يكون الأول والثاني مقصودين فإنه لا تنافية بينها لا تنافية بينها فإنها كلها يتحقق يعني فيها مقصود من مقصودات الشارع طيب إذا حرم الأكل والشرب وهذا نص الدليل هل من لازمه تحريم الاتخاذ وإذا ما يسمى بلازم الدليل لازم الدليل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هل يلزم من هذا أنه يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة أو لا يلزم جمهور العلماء يقولون إنه يلزم فيحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة لماذا؟ قالوا لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه ولأن العلة في الأكل والشرب موجودة في الاتخاذ ولأن العلة في الأكل والشرب موجودة في الاتخاذ ويكسر قلوب الفقراء وأنه يورث الفيلة وأنه من عادات الكفار وذهب بعض الفقهاء إلى جواز الاتخاذ بغير قصد الأكل والشرب يعني اتفق الفقهاء على أنه يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة لقصد الأكل والشرب يحرم عن لسانا يقتني يعني ملعقة من ذهب بقصد الأكل بها هذا حرام عليه لأنه يتخذها للاستعمال المحرم لكن إذا لم يقصد بها الاستعمال المحرم فبعض الفقهاء يقولون يجوز لأنه لا يوجد ما يمنع من هذا فهو نوع من اقتناء الذهب والأصل جواز اقتناء الذهب والأصل جواز اقتناء الذهب وهذا أنجح والله أعلم أنه يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة بغير قصد الاستعمال بغير قصد الاستعمال فإذا لم يقصد بها الاستعمال في الأكل والشرب فيجوز ذلك طبعا العلماء أيضا اختلفوا هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب باعث جمهور الفقهاء يقولون يحرب استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب مثل مثلا أن تجعلها يعني قارورة تضع فيها طيبا يعني هل يجوز أن تاتي بقارورة أو آنية من الذهب وتضع فيها الطيب الجمهور يقولون يحرم لما قالوا لأنه إذا نهي عن الأكل والشرب الذي يحتاج إليه فمن باب أولى ما يقل الاحتياج إليه يعني يقول الإنسان يحتاج إلى الأكل والشرب كثيرا فإذا نهي عن استعمال الأكل استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب فمن باب أولى أن ينهى فيما تقل الحاجة إليه قالوا أيضا لأن العلة التي نهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من أجلها موجودة في بقية الاستعمالات وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم استعمالها في غير الأكل والشرب وذلك لأمرين الأمر الأول قالوا لأن تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على الأكل والشرب دليل على اقتصار الحكم على الأكل والشرب وقولكم إنه إذا منع مما يتكرر من باب أولى أن يمنع مما لا يتكرر قول مردود قول مردود لماذا قالوا لأن الذي لا يتكرر ما يؤثر في الناس ما يؤثر في الناس وإنما الذي يؤثر في الناس هو الذي يتكرر فليس هو أولى بالحكم حتى يعني نقول إنه حرام كالأكل والشرب من باب أو لا والأمر الثاني أن أم سلمة رضي الله عنها وهي من رواة الحديث وهي من رواة الحديث يعني كان عندها جلجل من فضة وكانت رضي الله عنها تضع فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تستعبل هذا رضي الله عنها والمسألة فيها اجتهاد المسألة فيها اجتهاد وبنات ضابط عند بعض الفقه هو ضابط جيد وهو أنه إذا كانت المسألة اجتهادية ودارت بين لحوق الإثم والسلامة من الإثم فإنه يرجح ما يسلم به الإنسان من الإثم إذا كانت المسألة اجتهادية ودارت بين قول يسلم به الإنسان من الإثم وقول لا يسلم به من الإثم فإنه يرجح القول الذي يسلم به من الإثم وهذا له نبائر كثيرة في الفقه مثلا مسألة مس المحدث للمصحف مسألة المحدث للمصحف مسألة في الحقيقة يدفل إلى اجتهاد كبير وهي دائرة بين قولين قول بأنه يحرم على المحدث أن يمس المصحف وقول بأنه يجوز له أن يمس المصحف طيب هنا إذا مس المصحف يحتمل أن يلحقه الإثم للقول بالتحريق لكن إذا لم يمس المصحف لا يلحقه شيء فيرجح القول بالتحريق مثلا دخول المرأة الحائض للمسجد مسألة يلحقها الإجداد وإن كنا نحن نرجح فيها شيئا لكن أنا أقصد يعني من حيث الدربة الفقهية مسألة يدخلها الاجتهاد ففي هذه الحال يرجح القول بالتحريم لأن فيه السلامة من الإثم ومثل هذا ما معنا هنا فإنه يعني يدخله الاجتهاد ويرجح فيه في من جهة النظر القول بالمنع القول بالمنع لأن فيه السلامة من الإثم قال يرحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة رواه البخاري نعم فاتخذ مكان الشعبي الشعب هو الكسر والصدع فاتخذ مكان الشعبي يعني اتخذ مكان الكسر هو الصدع سلسلة من فضة أي ضبب الإناء بالفضة ضبب الإناء بالفضة وهذا الحديث متعلق بمسألة المضبب بالفضة فالإناء إذا ضبب بالفضة وكانت فضة الأقل في الإناء يعني ضبب بالفضة هذا القيد الأول وكانت الفضة الأقل في الإناء لأنه قال فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة والسلسلة تكون أقل وتان وكان ذلك لإنحاجة فإنه يجوز استعماله ولا شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر إناءه فجاءت الحاجة اتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة فاتخذ شيئا من فضة هو الأقل في الإناء والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الإناء استعمل هذا الإناء فهنا يعني يجوز طيب إذا لم يكن للحاجة كأن كان للزينة مثلا إناء فيه خط من الفضة وليس ماء الفضة وإنما الفضة فيه فضة يعني مرسوف مثلا وردة ولا ورقة شجر بالفضة هذا لي الزين هل يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب فيه الجمهور يقولون الأكل والشرب فيه مكروه الأكل والشرب فيه مكروه لأنه لم يرد فيه نهي وإنما النهي ورد في آنية التي من الفضة وبعض الفقهاء يقولون إنه يحرم إنه يحرم لأنه إناء فيه فضة وهذا يدخل في النهي عن الأكل والشرب في آنية الفضة ويقولون في هذا ضابط يقولون ما حرم تحريما خالصا حرم إذا كان فيه شيء مما حرم لأجله ما حرم تحريما خالصا حرم إذا كان فيه شيء مما حرم لأجله يعني الإناء حرم إذا كان من ذهب خالص أو من فضة خالصة فيحرم استعمال الإناء في الأكل والشرب إذا كان فيه شيء من الذهب والفضة وهذا هو الراجح إن شاء الله طيب إيه 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 نعم لكن هذه السلسلة التي معنا إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة لما انكسر الإناء فإذا ثانت للحاجة لا إشكال ولكن الإشكال إذا لم تكن لي الحاجة طيب هل الذهب كالفضة هل الذهب كالفضة إذا يعني مثلا انكسر الإناء هل يجوز للسان أن يتخذ شيئا قليلا من الذهب يضبب به الإناء الصحيح من أقوال العلم أنه ليس كالفضة أنه ليس كالفضة لأن هذا رخصة قد وردت فلا يتعدى بها مواضعها يعني الأصل النهي ثم جاءت الرخصة فيقتصر على ما وردت وردت فيه الرخصة ولأن قيمة الذهب أعلى من قيمة الفضة فلا يكون ما تبت للفضة تبت للذهب وإذا يجوز للرجل أن يستعمل خاتم الفضة ولا يجوز له أن يستعمل خاتم الذهب وعليه فليس ما ثبت للفضة يثبت لي الذهب نعم قال يرحمه الله فأن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فوضأوا من مزاجة مشركة متفق عليه نعم هذا يا أخوة الحديث مثال للأحاديث التي يذكرها الفقهاء بلفظ لم يرد في السنة يعني لم يرد في كتب السنة يعني أنت لو كنت باحثا ووجدت هذا الحديث هذا الحديث موجود في كتب الفقهاء كما هو موجود معنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة لو أخذت الصحيحين من أولهما إلى آخرهما لن تجد هذا الحديث بهذا النفق لن تجد هذا الحديث بهذا النفق والفقهاء وأحيانا يتصرفون في الأحاديث وذلك نبهنا إلى شيء وهو أن طلاب العلم اليوم أصبحوا يبحثون عن الأحاديث بالطريق الإفتروني فلربما جاء أحد فأخذ الكلمات من هذا الحديث وبحث بالطريق الإفتروني ما وجد هذا فيأتي ويقول والحديث ليس بالصحيحين بل وليس في شيء من كتب السنة لأنه ما يعرف صنيع الفقهاء فإن صنيع الفقهاء أحيانا أنهم إذا كان الحديث طويلا يتصرفون فيه ويذكرون مدلوله الذي يريدون هذا الحديث هو مفهوم من حديث طويل رواه الشيخان يعني قصة ذكرها عمران بن حسين رضي الله عنه وهي طويلة قال كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له وذكر قصة إلى أن قال ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها أين الماء يعني ما دام أنها معها مزادتان ملئت ماء معنى ذلك أنها تعرف مكان الماء فسألوا وقالوا أين الماء فقالت أيها أيها لا ماء لكم لا ماء لكم قلنا فكم بين أهلك وبين الماء قالت مسيرة يوم وليلة مسيرة يوم وليلة قلنا امطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وما رسول الله هذا معنى أنها مشركة قالت وما رسول الله قال فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا وأخبرته أنها مؤتمة لها صبيان أيتا فأمر براويتها فأنيفت فمج في الغزلاوين العلياوين ثم ثم بعث براويتها قال فشربنا ونحن أربعون رجلا عطاش أربعون رجل عطاش شربوا من هاتين المزادة حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة وغسلنا صاحبنا كان أحد صاحبا قد أجنب وغسلنا صاحبنا غير أن لم نسق بعيرا وهي تكاد تتضرج من الماء يعني المزادتين وهذا من بركة مج النبي صلى الله عليه وسلم فيهما ثم قال هاتوا ما كان عندكم فجمعنا لها من كسر وتمر وصر لها سرة فقال لها اذهبي فأطعمي هذا عيانك واعلمي أن لم نرز من مائك فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر البشر وإنه لنبي كما زعم كان من أمره ذيت وذيت فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلم فهذه القصة وجدوا هذه المرأة ووجدوا معها مزادتين فسألوها عن الماء فقالت الماء بعيد فقالوا انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وما رسول الله وما رسول الله مشركة فأخذوها وحملوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأناث راويتها وحل المزادتين ومج فيهما شرب القوم وملأوا قربهم وكل إداوه معه وغسلوا أحد الصحابة كان قد أجنب ولم ينقص من المزادتين شيء وأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم فكان ما كان طيب هنا قد يقول قائل أين أنهم توضأوا لم يرد في القصة أنهم توضأوا وإنما ورد ورد أنهم شربوا نقول الوضوء مفهوم من أمري الأمر الأول أنهم غسلوا صاحبهم وهذا أحد الطهارتين وما صحت به أحد إحدى الطهارتين صحت به الغفرة فمدام أنهم غسلوا صاحبهم إذن يصح الوضوء الوجه الثاني أنهم ملأوا قربهم من هذه المزادة ولا بد أنهم يتوضأون يعني هذا أمر لابد منه وإن لم ينص على أنهم توضأوا لابد أنهم سيتوضأون بهذا الماء لأنه هو الماء الذي معه والمرأة قالت لهم بينكم ومين الباء يوم ليلا إذن لابد أن تأتيهم الصلاة ولابد أنهم توضأوا فمن هنا أخذ الفقه هذا وجاءوا بهذا الحديث فالحديث بلفظه ليس موجود في الصحيحين لكنه مختصر من هذه القصة ولا شك أن معناه صحيح ودلالته يعني صحيح 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 هذا الحديث متعلق بآنية الكفار وآنية الكفار إن كانت مما لا يحل استعماله للمسلمين لا يحل استعمالها للمسلم مثل لو كانت من ذهب وفضة لا يجوز استعمالها أما إن كانت مما يجوز استعماله للمسلمين كأن كانت من قربة أو من حديد يعني كانت قربة من جلد أو كانت حديدا كالقدور والصحون والملاعق ونحو ذلك إما أن تعلم نجاستها وإما أن لا تعلم فأن علمت نجاستها فلا يجوز استعمالها حال النجاسة لأن حتى لو كان الإنال مسلم وعلمنا أنه نجس لا يجوز لنا أن نستعمله حال النجاسة فلابد من التضغير أما إذا لم تعلم نجاستها فقد ذهب بعض الفقهاء إلى تراهة استعمالها قالوا لأن الكفار في الغالب يستعملون النجاسات استعمالها مطرور وذهب بعض الفقهاء إلى جواز استعمالها بعد أن تغسل وتنظف إن كانت مما يستعمل للطبخ وإن كانت مما يستعمل لغير الطبخ فيجوز استعمالها بلا غسل بلا غسل بلا غسل يعني هؤلاء ماذا يقولون يقولون آنية الكفار إذا كانت تستعمل للطبخ يجوز استعمالها بعد غسلها وإذا كانت لغير الطبخ يجوز استعمالها بدون غسل لماذا لأن الغالب أنهم في طبخهم لا يتحرزون عن النجاسات وقد يطبخون فيها الميتة وقد يطبخون فيها الخنزير ونحو ذلك وهذا هو الغالب عليه وذهب بعض الفقهاء إلى جواز استعمال آنية أهل الكتاب دون غيرهم من الكفاء كالبوذيين والمجوس ونحوه إلا إذا لم يوجد غيرها فإذا لم يوجد غيرها فإنها يعني تغسل وتستعمل طيب لماذا اختلف الفقهاء سبب اختلاف الفقهاء يفعون تعارض الأحاديث في هذا الباب فهذا الحديث الذي معنا دل على جواز استعمال أوانيهم فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه المزادة التي لمشركة وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع أهل الكتاب ويقبل دعوتهم ويقبل هداياهم من الأكل والشر ولابد أن تكون في آنيتهم فدن ذلك على الجواز يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي فأجاب وأهدى إليه يهودي فقبل وهذا لا بد أن يكون في آنية إذن هذا يدل على الجواز أيضا جاء في قول جابر رضي الله عنه قال كنا نفز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آلية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذالث عليهم رواه أبو داود وسكت عنه وصححه النووي والألباني والوادعي رحم الله الجميع فهذا قول جابر رضي الله عنه في أواني المشركين في أواني المشركين ويدل على الجواز طي جاء بعض الأحاديث يدل على المنع ومنها حديث أبي ذعلبة الخشني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له وأما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل كتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه وفي رواية عنه رضي الله عنه أنه قال قلت إنا أهل سفر نمر باليهود والنصار والمجوس ولا نجد غير آنيتهم قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم قلوا فيها واشربوا رواه الترمذي وعند أبي داود قال أبو ثعلب رضي الله عنه إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبقون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم من خمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحبوها بالماء وكلوا واشربوا وصححه الألبان ربعا هنا يا إفوة عندنا أحاديث دلت على جواز الاستعمال مطلقا وأحاديث دلت على الجواز إذا لم نجد غيرها بشرط أن نغسلها يعني إذا وجدنا غيرها لا نستعملها وإذا لم نجد غيرها نستعملها بعد الغسل فبعض الفقهاء سلث مسلة الترجيش وبعضهم سلث مسلة الجمع والذي يظهر والله أعلم أنه يجوز استعمال أوان الكفاء وجدنا غيرها أو لم نجد غيرها إلا إذا غلب على ظننا أنهم يستعملون فيها النجاسة فإذا غلب على ظننا أن أنهم يستعملون فيها النجاسة فإن إذا وجدنا غيرها فإن لا نستعملها وإذا لم نجد غيرها فإن نغسلها وهذا الجمع فالآن مثلا المسلم فالآن يساثل إلى ديار الكفار أو قد يقوم مقيما في ديار الكفار ويدخل إلى مطاعم الكفار هل يجوز له أن يستعمل أوانيهم نقول نعم يجوز إلا إذا غلب على ظنه أنهم يستعملون في النجاسة فإذا غلب على ظنه أنهم يستعملون هذه الأواني في النجاسة بدون غسل فإنه إن وجد غيرها استغنى عنها وإن لم يجد غيرها يجوز له أن يستعملها بعد غسلها بمعنى لو سألنا سائل قال يا شيف أنا أسافر إلى بلد الكفار أو أنا مطيم في بلاد الكفار وأحيانا نحتاج أن آكل في المطعم هل يجوز لي أن آكل إذا كان الأكل حلالا هذه الآن آنية كفار نقول نعم يجوز أن تستعمل ويجوز أن تأكل في المطعم ما دام أن الأكل حلال إلا إذا كان هؤلاء القوم مما لا يتحرزون عن النجاسات ولا ينظفون الأواني إذا كنت مثلا تعرف أنه أولا يغلب عليهم أنهم ما يذبحون يطبخون الميتات يطبخون الدجاجة برأسها والشاه برأسها ما يذبحون والميتة نجس وأيضا عندهم قذارة ما يقصلون فلا يجوز أن تستعملها إذا وجدت غيرها وإذا لم تجد غيرها فلا بد من أن تغسلها مثل مثلا أن تقوم إلى تطلب منها الإناء وتأخذ إلى مكان الغسيل وتغسل الإناء وتقول ضعلي في هذا أما إذا غرب على ظنك أنهم يستعملون النجاس لكنهم يغسلون أوانياظ فكلما استعمل غسل غسلا فيجوز استعمال هذه الآنية وهذا الذي فيه الجمع بين الأدلة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمة الله عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر رواه مسلم وعن ميمونة رضي الله عنها مرفوعا يطهره الماء والقرض رواه أبو داود نعم يعني جاء عند أبي داود عن العالية بنت سبيع أنها قالت كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فقالت لي ميمونة لو أخذت جلودها فانتفعت بها فقالت أو يحل ذلك قالت نعم مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها قالوا إنها إنها بيتة يعني والله حرم الميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحرها الماء والقرط وسطت عنه أبو داود وما سطت عنه فهو صالح عنده يعني أبو داود إذا روى الحديث في السنن وسطت عنه فمعنى ذلك أنه صالح لا علة له عنده لا علة له عنده وصححه الطحاوي والدار فطني وحسنه النووي وصححه الألباني إذا دبغ الإهاب الإهاب هو الجلد وهذا الحديث متعلق بطهارة الجلد بالدباق وهذا لا إشكال فيه في مأقول اللحم إذا ذقي مأقول اللحم الشاه والبطرة والبعير إذا ذقي لا إشكال فيه أنه إذا دبغ أنه طاهر أنه طاهر وإنما الإشكال في جلد الميتة جلد الميتة هل يطهر بالدباق الأصل في جلد الميتة أنه نجس لأن الميتة نجسة لاتن هل يبهره الدباق والدباق والدباق يعرفه أهل الأنعام يستعمل فيه الماء وبعض المواد مثلا ما جاء في الحديث القرط ونازال البادية إلى الآن يستعملون القرط مع الماء في دبغ الجلود حتى تذهب عنها الرطوبة والعفونة ويصبح الجلد لينا طيبا إذا دبغ جلد الميتة فهل يطهر بالدباق الذي عليه أكثر الفقهاء أن جلد الميتة يطهر بالدباق عملا بهذه الأحادي و ذهب بعض الفقهاء ومنهم الحنابل في المذهب إلى أن جلد الميتة لا يطهره الدباق إلى أن جلد الميتة لا يطهره الدباق لماذا قالوا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كاتب إلى جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب رواه الإمام أحمد وأبو داود يقولون هذا الحديث ناسخ للأحاديث التي تحتجون بها ما الدليل على أنه ناسخ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فهذا يدل على أن الرخصة كانت سابقة فإذا بلغكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فيقولون هذا متأخر وهو ناسخ وقد ورد أن هذا كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأشفر أن هذا كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأشفر والصحيح قول الجفور أن جلد الميتة يطهر بالدباغ لماذا لهذه الأحاديث الصحيحة التي معنا ولم جاء في حديث بن عباس رضي الله عنه ما قال تصدق على مولاة لميمونة بشات فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتبعتم فانتبعتم به قالوا إنها ميتة يا رسول الله قال إنما حرم أكلها رواه المسلم في الصحيح طيب ماذا نفعل بالحديث الذي ذكره الحنابلة بعض العلماء قال إن هذا الحديث ضعيف وفيه الطراب وفيه اضطراب إذ أنه مختلف في رفعه ووقفه واعترض عليه بعض بأنه شاذ الشاذ كما تعرفون يا إخوة هو رواية الثقة ما يخالف الثقات يعني عندنا أمران دقيقان جدا في السنة ما يسمى بزيادة الثقة وما يسمى بالشاذ لأن زيادة الثقة فيها رواية الثقة لما لم يروه الثقات والشاذ فيه أن يروي الثقة ما يخالف رواية الثقات والفرق بينهما أن الزيادة ليس بها مخالفة لكن بها زيادة بمعنى لا ترفع ما رواه الثقات لكنها تزيد عليك وهي مقبولة عند الجماهير أما الشاذ فهو أن يروي الثقة ما يخالف رواية الثقات بمعنى يرفع رواية الثقات وهذا شاذ وإن كان الإسناد صحيحا ولذلك يقولون في آخر تعريف الصحيح من غير شذوذ ولا علة قادر فأحيانا يكون السند صحيحا وهذا انتبهوا لا وياه أخوه حكم المحدثين على الإسناد لا يعني صحة الحديث ولكن يعني صحة السند يعني أقل من قول المحدث إسناده صحيح لأن إذا قال رجال ورجال الصحيح أو رواية الثقات معناه أن المذكورين في الإسناد ثقات لكن قد يقول هناك انقطاع في السند هو لم يحكم ولم يحكم على الإسناد ولكن حكم على الرجال المذكورين أما إذا قال صحيح فهذا يعني أن إسناده ومثنه صحيح فبعض قال إنه شاذ وفي الأمرين نظر والله أعلم أعني القدح سي بأنه مضطرب لأنه روية تارة مرفوعا وتارة موقوفا والقدح بأنه شاذ فيه نظر والظاهر والله أعلم أن الحديث صحيح لكن دعوى الحنابلة أنه ناسخ لا تسنب لأن النسخ لا يقال به إلا عند عدم إمكان الجمع بين الأدلة لأن النسخ رفع وتعطيل والقاعدة عند العلماء أن إعمال الأدلة مقدم على رفعها فإذا أمكن الجمع لا يصار إلى القول بالنسخ لا يصار إلى القول بالنسخ والجمع هنا ممكن بأن يقال بأن حديث الانتفاع الحديث التي معنا إنما هي في الجلد بعد الدبغ في الجلد بعد الدبغ وأما كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جغينه فهو في الجلود قبل الدبغ لأنه لم يرد فيه الدبغ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة لم يذكر الدبغ فإذا جاءت من كتاب هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وهذا ظاهر في أنه لم يرد في ذلك ما يتعلق بالدبغ فنقول إن هذا الحديث في النهي عن الانتفاع بجلود الميتة بدون دبغ ويبدو والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رخص لهم في أول الأمر لحاجتهم ثم نهاهم عن الانتفاع وأما الأحاديث الأخرى فهي في الانتفاع بجلود الميتة بعد الدبغ وهذا الذي يظهر والله أعلم ولعلنا نقف هنا أو نأخذ حديث بقي حديث بواقع نأخذ حديث بواقع نعم قلوا رحمة الله عليه وعن أبي واطن ليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما قضع من البهيمة وهي حية فهو ميته حسنه الترمذي نعم هذا الحديث رواه ابن ماجا وأبو داود والترمذي وسفت عنه أبو داود وقال الترمذي حسن غريب وقال البخاري محفوظ وحسنه ابن بات وصححه الألبان فهو حديث ثابت هو حديث ثابت ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميته هذا دليل على أن العضو إذا قطع من البهيمة وهي حية فهو ميته والميته نجسه والميته نجسه إذن يقول هذا العضو نجسا وحكم حكم الميته لا يجوز الانتفاع به قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على النشات أو البعيرة أو البقرة إذا قطع من أي ذلك عضو وهو أن المقطوع وهو حي أن المقطوع منه نجس وهو حي أن المقطوع منه نجس يعني هذا العضو المقطوع نجس ويستثني الفقه من هذا ما لا تحله الحياة أصلا وهو الشعر والوبر والصوف فإنه لا ينجس بقطعه والدابة حياة لأنه لا تحله الحياة أصلا يعني الشعر لا تحله الروح لا تحله الروح فإذا قطع الصوف على ظهر الدابة وهو حي فإنه ليس بنجس وطائر ويجوز الانتباع به بإجماع أهل العلم يجوز الانتباع به بإجماع أهل العلم ما قطع من البهيم وهي حي فهو ميته وعليه فلا يجوز الانتفاع به لا يجوز أكله ولا يجوز الانتفاع به في كل شيء على الصحيح لأن الميته لا يجوز أن ينتفع منها بشيء إلا ما استثني وهو الجرد إذا دبغ الجرد إذا دبغ والصوف والوبر الشعر فإنه يجوز الانتفاع به ولو من الميته عند جماهير أهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ثمن الميته قيل له أرأيت شحوم الميته فإنها تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الميته فالصحابة رضوان الله عليه قالوا طيب يا رسول الله أرأيت شحوم الميته فإنها تطلى بها السفن يعني توضع على السفن من الجهة التي تلي الماء لتسد المسام حتى لا يتخلل الماء إلى السفينة ويستصبح بها الناس يعني يضعونها في السرج من أجل الإضاءة يذيبون الشحم حتى يصبح زيتاً ثم يضعون فيه الفتيلة ثم يشعلون النار فيضيئون البيوت بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حراب لا هو حراب فهنا بعض العلم قالوا هو حراب يعني البيع هو يعود إلى البيع وعليه قالوا يجوز الانتفاع لشحم الميته في هذا وقال الجمهور لا لا يجوز طبعا الأولون قالوا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ما قالوا وإن ما قال هو حرام يعني البيع لكن الجمهور قالوا يحرم الانتفاع بشيء من أجزاء الميتة إلا ما استثني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني لا يحل البيع هو يعود إلى أقرب مذكور وهو الاستعمال لأن الضمير في اللغة يعود إلى أقرب مذكور وأقرب مذكور هو الاستعمال يطلع بها السفن ويستصبح بها الناس فقوله لا يعني لا يحل البيع هو حرام يعني هذا الاستعمال حرام هذا الاستعمال حرام فلا يزوز الاستعمال يعني الانتباع من الميتة بشيء لما استثني فعليه لو قطع لو قطعت إليت الدابطة ذنب الدابطة قطع في الشحب وهي حية فأنه لا يجوز الانتفاع بهذا المقطوع لا يجوز الانتفاع بهذا المقطوع لأنه ميتة والميتة لا يجوز الانتفاع يعني بها فنعلنا نقف هنا وإن شاء الله عز وجل في يوم الأحد القادم لأن دروسنا في الأسبوع القادم إن شاء الله ستكون الأحد والثلثة والخميس إن شاء الله طبعا أنا أعتذر للإخوة أن وقت الدورة جاء حقيقة في وقت بالنسبة للإخوة الذين يدرسون في الجامعة في وقت صعب لأن وقت اقتبارات ما يسمى بأعمال السنة لكن حتى خلنا اضطررنا إلى هذا لضيق الوقت عندنا فلعل الله عز وجل أن يعوض الحاضرين خيرا في بركة الوقت فالبركة أعظم من الطوط ونسأل الله عز وجل أن يبارك للجميع ونجيب على أسئلة الإخوة كما وعدنا في الدرس الماضي نجيب على أسئلة الإخوة إلى السادسة والربع إن شاء الله أو السادسة والثلث ونتوقف من أجل أن يذهب الإخوة إلى المسجد النبو نعم صلى الله لكم الجلد إذا قضع العكم نفس عكم الجلد الميت نعم إذا دوبغ إذا لو فرضنا فرضا وإن كان هذا لا يقع في العادة لكن لو فرضنا أنه سلخ الجلد منها وهي حية فهو ميت فهو ميت فإذا دوبغ فإنه يأتي فيه انخلاب الذي ذكرناه الصحيح أنه إذا دوبغ يكون طاهرا أثابكم الله ما المانع من حمل المطلق على المقيد للنهي عن الاقتصال في الماء الدائم ما دام السبب والكف مواحد نعم يعني ذكرنا أن بعض الأنفقها قالوا إنه يحمل المطلق على المقيد فيكون المقصود أنهي عن أن يبول فيه ويغتسل فيه المانع هو أن العلتين مختلفتان فعلة الغسل غير علة البول فالعلة المانعة في الحديث الأول هي التقرير والعلة المانعة في الحديث الثاني هي التنجيس بالبول نعم فهما حالتان مختلفتان باختلاف علتيهما نعم أزاكم الله خيرا وبارك فيكم ما هو ضابط الماء الدائم الماء الدائم ضابطه الذي لا يجري ضابطه الذي لا يجري طبعا بعض الفقه ذكروا بعض الضوابط لكن الضابط الصحيح هو الذي لا يجري فل هو راتد في مكانه قليلا كان أو كثيرا نعم قل نرجو سوضيع الفرق بين قول الفقهاء التيمم رافع وقولهم التيمم مبيع نعم الفرق أنا شرطي إليه في الدرس الماضي إذا قلنا إن التيمم رافع معنى أنه رافع للحدث فيرتفع الحدث فإذا ارتفع الحدث فلا يعود إلا بناقض لا يعود إلا بناقض من النواقع فللإنسان أن يفعل ما تشترط له الظهار بهذا التيمم فله أن يصلي مثلا لو دهب دخل المسجد الحرام له أن يصلي تحية المسجد ويصلي الظهر مثلا ويطوف ويقرأ القرآن ما لم يحصل ناقض أو يجد الماء لأن الماء يعتبر بالنسبة للتيمم من النواقع فإذا وجد الماء وجب عليه أن يمسه جلده أما إذا قلنا إنه مبيح فمعنى ذلك أن الحدث قائم ولكن التيمم أباح الفعل فإذا يعني كان الإنسان يريد أن يصلي فتيمم للصلاة الحدث لم يرتفع لكن التيمم أباح له أن يصلي فيحتاج فيه في كل فعل إلى مبيش يحتاج في كل فعل إلى مبيش وهو أن يتيمم لكل فعل تشترط له الطهارة وقلنا إن القول الراجح من أطوالها العلم إن أصحاب هذا القول يرون ضعف حديث القلتين فمن أين لهم التفريق بين القليل والكثير والعمدة في ذلك وهذا الحديث لا يعني وجدوا الأحاديث في عموماتها تدل على أن من الماء ما يتنجس ومن الماء ما لا يتنجس فاستنبطوا من هذا أن القليل يتنجس والكثير لا يتنجس من عمومات الأدلة من عمومات الأدلة نعم إزاكم الله خيرا ونبارك فيكم ألا يكون حكاية الخلاف مع استقرار الأمر على الإجماع أمر فيه مجانبة للصواب وقصور لأن استقرار المسألة على الإجماع يجعل المسألة إجماعية لا خلافية أسيما إذا كان المخالف هفسه قد ترك القول السابق أما يعني حكاية الإجماع أو حكاية الخلاف بعد استقرار الإجماع فهذا قد يقول لأن القائل يرى أنه لا يستقر الإجماع بعد الخلاف بل يبقى الخلاف فيحكي بناء على مذهبه وإن كنا نرجح خلافه وإن كنا نرجح خلافه وأما بالنسبة إذا كان القائل قد رجع فهو قد يحكي لأنه لم يعلم برجوع القائل أو لم يثبت عنده رجوعه مثل مثلا مسألة بيع أمهات الأولاد هل أجمع الصحابة على أن أمهات الأولاد لا يبعن يعني في زمن عمر رضي الله عنه يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان الصحابة يبيعون أمهات الأولاد في زمن عمر رضي الله عنه نهاهم عن بيع أمهات الأولاد فانتهوا واستقر الرأي في زمن عمر رضي الله عنه على عدم جواز بيع أمهات الأولاد لما مات عمر رضي الله عنه ثم جاء عثمان رضي الله عنه ثم جاء علي رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه يعني كان رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن وأنا الآن أرى بيعه فقال له القاضي قاضيه رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة وجاء عن علي رضي الله عنه أنه رجع عن هذا القول بعد هذا بإسناد صحاح والحافظ بن حجر فالذي وقف على رجوع علي رضي الله عنه يقول أجمع الصحابة على أن أمهات الأولاد لا يبعن والذي لم يقف على رجوع علي رضي الله عنه يقول إن فيه خلاف بين الصحابة طيب ألم يتفقوا في زمن عمر يقول لك من شرط استقرار الإجماع انقراض العصر والعصر لم ينقرض والعصر لم ينقرض علي رضي الله عنه كان حيا فلم ينقرض هذا العصر فلم يستقر الإجماع لكن الذي علم برجوع علي رضي الله عنه يقول لا أجمع الصحابة على هذا فهذا قد يفوم من هذا الباب نعم صلى الله عليه وسلم ومبارك فيكم ما هو ضابط المسائل التي يدخلها الاجتهاد المسائل التي يدخلها الاجتهاد طبعا يا أخوة هناك فرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية المسائل الخلافية أوسع من دائرة المسائل الاجتهادية لأنه ليس كل خلاف معتبرا قد تكون المسألة الخلافية لكنها ليست اجتهادية أعطيكم يعني توضيح قد يختلف في المسألة على قولين فيحتج أحد العلماء بحديث صحيح ويحتج أحدهم بالرأي بالقياس لأنه لم يبلغه الحديث الصحيح المسألة هنا خلافية لا شكل يقوع الخلاف لكنها ليست اجتهادية لكنها ليست اجتهادية المسألة الاجتهادية هي التي تتقارب فيها الأدلة يعني يقول لكل قول دليل له قوة فتتقارب الأدلة حتى لو رجحت لا يكون ذلك يعني مانعا من الرأي الآخر فالأدلة متقاربة بمثل ما قلنا مسألة مسألة مس المسحر مثل مسألة بما يحصل التحلل الأول هل يحصل باثنين من ثلاثة أو يحصل بالرمي الأدلة متقاربة وهذا الحديث فيه ضعف وهذا الحديث فيه ضعف فهذه مسائل اجتهادية والقاعدة مثلا الصحيحة أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد لا إنكار في مسائل الاجتهاد فلو أن زبيلك رام الجامرة وتحلل ما تنكر عليه ما تنكر عليه ولو أن زبيلك الآخر قال ما أتحلل حتى أرمي وأحلق ما تنكر عليه لأن المسألة الاجتهادية ليس فيها إنكار ولكن لا بأس من النظر العلمي أن تقول له لما ويقول لك لما وتوردان الحجج هذا لبس به لكن لا تنكر عليه على أنه فعل منكرا فلا إنكار في مسائل الاجتهاد ويفط بعضهم فيقول لا إنكار بمسائل الخلاف وهذا غير صحيح مسائل الخلاف قد يكون فيها إنكار فإذا كان القول المخالف غير مستند إلى الحديث وكان القول الآخر مستند إلى حديث صحيح ففيها إنكار وإن كان صاحب القول معذورا فالذي علم ليس معذورا يعني مثلا قد يأتي أبو حنيف رحمه الله ويقول قولا بناء على القياس لأن الحديث لم يبلغه هو مجتهد مأجور معذور لكن الحنف اليوم الذي علم بالحديث وأنه صحيح وأنه يخالف هذا القول ليس معذورا ولا يجوز له أن يحتج بأبو حنيفة رحمه الله لأنه علم اليوم ما يمنع أن يقول بذلك القول ولو كان أبو حنيفة رحمه الله عالما بهذا الحديث لما قال بهذا القول فهنا ينكر عليه فلو جاءنا يعني شفس رأينا يصلي وينقر صلاته نقر الغراب فقلنا له يا أخي ما هذه الصلاة قال هذا مذهبنا نحن أحناف وهذا مذهبنا ننكر عليه ونورد عليه الأحاديث الكثيرة الدالة على حرمة هذا بأنفاضها المختلفة من جهة تشبيه بالحيوانات من جهة وصلها بكونها سارفة إلى غير ذلك وحدث المسي صلاة ففيه إنكار وإنما لا إنكار في مسائل الاجتهاد فإذا أصبحت المسألة اجتهادية تقاربت الأدلة فإنه لا إنكار ولا يمنع هذا أن ترجح يمكن أن ترجح قولا ولكنك لا تنكر على من صالف هذا القول وهذه مسألة يعني مهمة جدا ونافعة جدا في كل ما يقع فيه الخلاف بين من يعتبر قولهم في الشأن فحتى في الرجال لو فرضنا أن أهل العلم المعتبرين في هذا الباب اختلفوا في رجل ما بين قادح فيه ومادح له نحن 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 ننظر إذا كانت المسألة خلافية وليست اجتهادية فأنه يؤخذ بالقول الصحيح ولا عذر بالقول الذي يعني لم يستند لدى المثل لو أن أحد العلم قال فلان مبتدع لأنه يقول ويفعل وقال وجاب أشياء منه وعالم آخر قال لا لأنه لم يقرأ لا لم يقرأ له وكل ما أعطي شيئا مثلا ما نظر فيه فهو يحكم على الأصل هنا ما نقول المسألة اجتهادية والمسألة الخلافية بل الذي علن مقدم على الذي لم يعلم وإن كان فاضلا وإن كان فاضلا فنقول لا نلتفت لهذا القول ويوخذ بهذا القول لكن إذا كان العلماء قال منهم قائل قولا وقال آخر قولا وكل له اجتهاد أصبحت المسألة اجتهادية يعني كل له ما يذكره في هذا البال أصبحت المسألة اجتهادية إذا أصبحت اجتهادية لا يعني هذا أنك لا ترجح القل يظهر لك رجحان القادح فتأخذ فتأخذ ولا يحتج عليك بمدح المادح وقد يترجح لك مدح المادح في هذه المسألة بالأصول الشرعية فتأخذ به ولا ينكر عليك بقدح القادح من هذا الباب ولا يحمل بعض على بعض ولا يحمل بعض على بعض ولا ينزم بقول أحد وإنما النظر إلى الدليل والاجتهاد فهذه المسألة مهمة جدا يخطي كثيرا من يقول لا إنكار بمساء الاختلاف فبعض الناس مثلا يقول إذا اختلف المشايخ في رجل أنا جبت هذا لأنه واقع إذا اختلف المشايخ في رجل فلا إنكار خلاص والمسألة كل يأخذ لا المسألة الخلافية ليست رافعة للإنكار فإذا كان الخلاف يعني ليس مبنيا على أصول كيجعل المسألة اجتهادية ففيه إنكار ففيه إنكار لأن بعض المشايف قد يمدح إنسان لما يعلم عن قبل 20 سنة والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ولم يعلم بما جد وحدث فهنا ما نقول المسألة اجتهادية ولكن قد تكون المسألة اجتهادية فهنا يجب يا إقوى أن تعطى المسألة قدرة وتدخل تحت قاعد لا إنكار في مسألة الاجتهاد ولا يمنع هذا يعني الترجيع وينبغي عن الإنسان يا إفوه أن يكون صاحب سنة صاحب قلب حي وأن يكون صاحب ورع وأن يكون يعني بعيدا عن أن يظلم وأنا أقول يا إفوه هناك شيء مهم جدا قد يعدر القائل الأصلي ولا يعدر متبعه قد يعدر القائل الأصلي بل قد يمدح القائل الأصلي ونقول إنه مأجور لكن متبعه لا يمدح أعطيكم مثال فقط أنا إنسان من دولة من الدول وهناك داعية معروف عندنا بالسنة وكان معروفا بالسنة عند الجميع بلغ أحد العلماء في بلد من البلدان عنه أشياء وقد حفيب هذه الأشياء وهو محب لكن أنا في البلد أعلم أن هذه الأشياء قديمة وأن الرجل تاب منها ويقول أنا أتوب إلى الله من هذا الكلام أنا نعم قلت لا سنستغفر الله أخطأت فيه وأنا تائد أنت الذي علمت توبته لا يجوز لك أن تقدح فيه في قبح الشيخ والشيخ مأجور على اجتهاد وهذه مسألة مهمة جدا يا إخوة نحن مثلا كما نقول مثلا نقول في الفقه لو أن إماما قال قولا مستندا إلى رأي لأن الدليل لم يبلغ ثم جاء من بعد فعلم بالدليل الإمام معذور مأجور والمتبع إذا ترك الدليل مأزور لا يجوز له هذا الأمر فهذه مسألة من الأهمية بمكان ولا بد من الانتباه إليها والخلط بين الأمور أوقع الإخوة في الشرور حقيقة يعني تبرق الإخوة على غير مفرق واجتمع على غير جامع وكل الأمرين غلط فلا بد من يعني هذا الأمر ولا بد من فقهه وأنا أنوي إن شاء الله نلقي محاضرة عن هذا الأمر بخصوصه ونذكر فيه تفصيلات أهل العلم الدقيقة في مثل هذا الباب حتى يعلم يعني فصوله الشرعية ولا يبغي أحد على أحد لأن بعض الناس الآن أصبح يبغي حتى على المشايخ لأنه يرى غير رأيهم فيعني يقدح في المشايخ ويسب المشايخ فإما يقول هؤلاء متشددون وهؤلاء غلات التبديع وهؤلاء كذا والعياذ بالله أو يقول هؤلاء مميعون هؤلاء متساهلون هؤلاء كذا وهؤلاء كذا وكلهم من يعني المشايخ الذين لهم وزنهم وشأنهم في العلم ولا ولا شكت أن هذا غلط وهذا غلط وأن الأمور لا بد أن توبع في ميزانها الصحيح نعم ما تشاهد شيء طبعا مرة يا إخوة يعني أنا ذكرت شيئا مهما جدا وسئلت سؤالا وأجبت يعني حول ما يقع من خلاف بين المشايخ وقلت إن المشايخ قد يختلفون من جهتي أن يكون جاء الأمر عن طريق خبر واحد هو ثقة عند أحد المشايخ غير ثقة عند الآخر فيختلفون في هذا وقد يختلفون في فهم الكلام وقد يختلفون في وزن الكلام هنا أنا أشير إلى قضية هو أن الخلاف بين المشايخ المعتبرين ليس خلاف هواء وليس خلاف رغبات دنيوية وإنما هو دين ويعود إلى ثلاثة أسباب لا بد منها إما اختلاف في الطريق وإما اختلاف في فهم الكلام وإما اختلاف في وزن الكلام بمعنى قد يختلف المشايخ في الطريق فيكون هذا الشيخ بلغه الصبر عن طريق رجل يثق به فيفض بقوله وهذا الشرع ولكن الشيخ الآخر لا يثق بهذا ويرى فيه جارحا هذا اختلاف في الطريق وقد يكون اختلاف في فهم الكلام بمعنى أنه ثابت موجود في الأشرطة وموجود في الكتب والطريقة حتى المخبر ثقة عند الجميع ولكن يختلفون في فهم هذا الكلام فيفهم بعضهم على وجه يكون قادح ويفهم بعضهم على وجه لا يكون قادح والأمر الثالث أنه قد يكون الاختلاف في وزن الكلام يتفقون على فهم وأن معناه واحد ولكن هل هذا الكلام خطأ أو بدعة هذا شيء آخر هم كلهم يتفقون أنه خطأ لكن هل هو خطأ أو خطأ يصل إلى درجة أنه بدعة فيختلفون فيه هذا فيختلفون فيه الرجل أقول هذا ونبهت عليه لما لأن بعض الناس لما سمع هذا الكلام أخذ يردد ويقول إني أقول إن المشايف الذين يقدحون فيه رجل إنما يعتمدون على خبر الواحد فقط وهذا الله ما قلته ولكن قد يكون سبب الخلاف هذا وقد لا يكون بل يكون الجميع يتفقون على ثبوت الكلام ووجود كما في الأجر أو كذا فننتقل إلى السبب الثاني وهو الاختلاف في فهم الكلام وأما أن يتفق العلماء المعتبرون مشايخ السنة على الثبوت وعلى الفهم وعلى الوزن ثم يختلفون لهوى في قلوبهم فالله ما نعرفه في المشايخ ولا نعرفه في العلماء المعتبري ولذلك فق تماما فق تماما إذا وجدت خلافا بين شيخي من شيوخ أهل السنة المعروفين في رجل أنه لابد من واحد من هذه الثلاث يقينا لابد من واحد من هذه الثلاث إما اختلاف في الطريق وإما اختلاف في الفهم وإما اختلاف في الوزن هذا لا يعني أن لا ترجح يمكن أن ترجح لكن يجب أن تعرف هذا السبب حتى لا يبغى على أهل العلم ولا يبغى على المشايق حتى لا تتفرق القلوب حيث لا يجوز أن تتفرق ويكون الموقف شرعيا نعم ساكم الله خيرا وبرك فيكم وأحسن الله إليكم هل نستطيع أن نقول أن الاحتمال أو كون الأذلة مفتملة نعيار لكون الوسائل الاشتهادية نعم هو المقصود تقارب الأذلة بشتى أنواع التقارب مثل مثلا أن يكون الحديث الذي يستند إليه هذا القول فيه ضعف والحديث الذي يستند إليه هذا القول فيه ضعف هنا متقارب أو يكون احتمال دلالة هذا الحديث فيها ضعف واحتمال دلالة هذا الحديث على أن يكون فيها ضعف فتكون متقاربة يكون هناك أدلة وهذه الأدلة متقاربة أما إذا كان أحد الجانبين فيه دليل معتبر والآخر فيه دليل لا يقترب منه فهذه ليست مسألة اجتهادية وإن كانت مسألة خلافية سأل الله عليكم بعد هذا الكلام الطيب المبارك نوع عرشتم على الفرق بين الخطأ التقعيد والخطأ في التنزيل وعلى كل حال هذه مسألة أنا كما قلت تحتاج إلى محاضرة يفصل فيها يعني لا شك أن هناك فرقا بين الخلاف في القصول والخلاف في تنزيل القصول يعني الذي يخالف في الأصل هذا مفارق لكن الذي يتفق معه على الأصل ويقول به ولكنه خالف في تنزيله في واطع فهذا ليس مفارقا وإن كان قد يكون مخطئا وإن كان قد يكون مخطئا فهناك فرق كبير بين الخلاف في الأصول نفسها وبين الخلاف في تنزيل الأصول في بعض الوقائع لا في كل الوقائع لأن الخلاف في كل الوقائع كالخلاف في الأصل بعض الناس يموه يأتي وإنما خالفك لكن لا ينزل الأصل على شيء هذا في الحقيقة كالخلاف في الأصل لكن إذا كان الخلاف في واقعة يعني ما رأى تنزيل هذا الأصل على هذه الواقعة لأنه رأى أنه لا ينطبق عليها فقد يكون مخطئا لكنه لا يكون مفارقا نعم أزاكم الله خيرا وبرك فيكم ذكرتم مسألة المضبب للفضة نعم بالنسبة لمسألة الموه وضابط الموه من حيث التحريم وعدم التحريم الموه إذا كان موضوعا على الإنى إذا كان هناك شيء وضع على الإنى من الفضة أو الذهب إن كان من عين الذهب والفضة فإن الصحيح أنه لا يجوز استعماله وإن كان من ماء الذهب والفضة فهو في الحقيقة لون وليس له ذات نعم أصله من الذهب لكنه الآن أصبح لونا ليس ذهبا لو ذهبت إلى الصائغ وقلت يعني الذهب الذي في آذ الفنجال بكم يضحك عليك فهذا يجوز استعماله والآن مثلا في فناجيل في كذا مموه بماء الذهب وليس بالذهب فليس فيها من ذات الذهب شيء فهذا يجوز استعماله أم بل مموه بذات الذهب والمموه بذات الفضة فالصحيح من أقوال العلم أنه لا يجوز استعماله والله تعالى أعلى وعلى وصلى الله على نبينا وسلم مموه مموه